سورة الفيل أهلا بكم أصدقائي نكتشف اليوم سورة جديدة عظيمة المعاني تتحدث عن أصحاب الفيل فمن هم؟ ولماذا ذكرهم الله في الكرآن الكريم؟ هيا بنا كالعادة نستكشف المعاني ونستخلص العبر تحيئة يوم الجمعة رفق سليم أباه إلى المسجد المجاور وعند العودة إلى الدار سأل الأب ابنه ما رأيك في خطبة الجمعة اليوم؟ هل أعجبك الدرس؟ طبعا يا أبي خاصة عندما تل الإمام سورة الفيل كانت تلاوته مؤثرة هل لا أعدتها على مسامعي يا والدي؟ حسنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكل أطرق سليم هنيهة ثم قال بتأثر كم أود معرفة قصة أصحاب الفيل؟ حسنا يا بني لك ما تريد الفهم والمعاني الإجمالية تقدم الأب من رف المكتب وأمسك قصة ناولها لابنه قائلا تفضل يا ولدي هذه هي القصة تناول الطفل القصة وأخذ يقلب صفحاتها بلهفة ويقرأ بصوت مسموع أطوار الحكاية هيا يا أصدقائي نتابع معه الأحداث في قديم الزمان كان لليمن ملك يسمى أبره بنى كنيسة كبيرة ليحج إليها الناس بدلا من الكعبة لكن أهل الجزيرة العربية رفضوا ذلك غضب أبرها وقرر هدم الكعبة فجهز جيشا عظيما وتوجه به إلى مكة وهو يمططي فيلا ضخما وعندما اقترب من مكة رفض الفيل أن يتحرك أو يتقدم إلى الأمام ومن ثم أتت طيور تحمل في مناقيرها حجارة ألقتها على جيش أبرها فهلكوا عن آخرهم وفي هذا العام عام الفيل ولد الرسول صلى الله عليه وسلم المعاني يخاطب الله في هذه السورة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله الآية الأولى ألم تعلم أيها الرسول ماذا فعل ربك بأبرهة وجيشه حين أرادوا هدم بيت الله الآية الثانية لقد أبطل أعمالهم وشتتهم الآية الثالثة وبعث إليهم طيورا كثيرة في جماعات متتابعة الآية الرابعة تقضفهم بحجارة من طين متحجر الآية الخامسة فأهلكتهم وجعل الله كيدهم في نحرهم الحفظ بعد أن قرأ سليم القصة استرع انتباهه في الصفحة الأخيرة تمارين مسلية فهل أنتم متشوقون لمعرفتها؟ هيا نلقي نظرة النشاط الأول أقرأ ما يلي وأوصل كل رقم بالآية المناسبة ثم ألون كل رقم بنفس لون الآية المناسب لها ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل واحد ثلاثة اثنان خمسة أربعة الجواب يكون الترتيب كالتالي ويكون التلوين كالتالي النشاط الثاني أعيد ترتيب المربكات لأكون الآيتين الأولى والثانية من سورة الفيل كيدهم بأصحاب ألم تر كيف؟ ألم يجعل؟ فعل ربك الفيل في تضليل الجواب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ النشاط الثالث أعيد الكلمات إلى مكانها من السورة الجواب الجواب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميه ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل النشاط الرابع لون ثم قص الرسوم وألصقها على ورقة تصوير لتحكي حكاية أصحاب الفيل على إخوتك وأصدقائك أعجب سليم بهذه الأنشطة ونادى أخته لم ياء قائلا هيا تعالي أروي لك قصة جميلة ونحفظ معا سورة جديدة ونتعاون على إنجاز هذه التمارين فرح الأبوان وهما يشاهدان ابنيهما يتنافسان على حفظ الكرآن فابتسم وحمض الله على هذه الألفة التي تجمع أفراد العائلة هذه سورة الفيل ألصقها على كراسك وتذكر أن تقرأها باستمرار كي تحفظها وتتلوها لمعلمك والآن أعيد أصدقائي قراءة السورة عدة مرات مع سليم وأخته لم ياء ولا تنسوا تلاوتها من حين لآخر تذكروها دائما ورددوها خاصة قبل النوم وفي الصباح عندما تستيقظون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر